أصدرت محكمة جنايات ميسان حكماً بالأعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان بجريمة قتل ضابط برتبة نقيب في فرقة الرد السريع مع سائقه في المحافظة وذكر مجلس القضاء العلاف بيان إن المجرم كان يزود متهمين آخرين بالمعلومات حول تحركات المجن عليهم تخطيطاً لقتلهم لدوافع إرهابية وضيفاً أن الحكم بحق المجرم يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة أولاً من قانون مكافحة الإرهاب